ايها الطلبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم يتناول الحياة النفسية بين الشعور واللا شعور وهذا الدرس يمثل المشكلة الثالثة من اشكالية العالم الخارجي ففي العالم الخارجي يتفاعل الانسان مع حقائق موضوعية لا تنتمي الى ذاته بينما في الحياة النفسية يتفاعل مع حقائق تنتمي الى ذاته وهي جزء لا يتجزأ منه فهو الذي يتألم يفكر يشعر بالسعادة بالقلق مثل هذه المعطيات تجعلنا نستهل هذا الدرس بالتساؤل التالي ما حقيقة الحياة النفسية وبعبارة اخرى هل الحياة النفسية اساسها الحياة الشعورية ام انه من الممكن ان نتصور حياة اخرى دافين في اعماقنا ولا نشعر بها وهل القول بهذا المبدأ يحمل تناقضا متنكرا للاجابة على مثل هذه التساؤلات تابع معي عزيزي الطالب تتألف الذات الانسانية من حيث هي مركب متفاعل من مجموعة من الجوانب العضوية والنفسية والاجتماعية اذا تأملت معي هذه الفقرة تلاحظ بان الانسان كائن ذو ابعاد فهو يشتمل على جانب مادي يتمثل في الجسم وعلى جانب معنوي يتمثل في النفس وله علاقات اجتماعية والواقع ان هذه النفس بما تحويه من اعمال واحوال شغلت ولا زالت تشغل حيزا كبيرا من التفكير الفلسفي وعلم النفس في محاولة لتحديد ماهيتها وكذا الاسباب والواقع التي تقف وراء الافعال والاحوال ان هذه الفقرة ابنائي تدل على ان الانسان في هذه الحياة يقوم بمجموعة من السلوكات فتارة يجد لها الاجوبة المناسبة وتارة يبقى حائرا فتتراكم عليه الاسئلة واذا كانت التجربة تدل على ان الحياة النفسية محصورة في الحياة الشعورية فالمشكلة المطروحة امامنا هي هل يمكن ان نسلم بوجود حالات لا نعيها دون ان نقع في تناقض وهل يعي الانسان دوما اسباب سلوكه وهل يمكن اعتبار الاحوال النفسية احوالا لا شعورية فحسب وهل كل ما هو نفسي شعوري للاجابة على هذه الانشغالات يمكننا ان نستعرض اهم المدارس التي حاولت تفسير حقيقة النفس الانسانية ومن بين المدارس المقررة في البرنامج الدراسي النظرية الكلاسيكية التي تحاول اعطاء تفسير لحقيقة الحياة النفسية وهنا ينبغي على الطالبي ان يضع موقفا واضح المعالم فتابع معي تعتقد النظرية التقليدية ان الحياة النفسية بمختلف حوادثها تقوم على اساس الشعور وهنا ابناءنا تستوقفنا كلمة الشعور فالشعور كما تعلمون هو ادراك الانسان لذاته او هو حدث النفسي لما يجري بداخلها من حوادث نفسية وعلى هذا الاساس فان الكلاسيكيين جعلوا من الشعور مبدأا وحيدا للحياة النفسية وهذا الامر يتجلى في مقولة ديكارت التي تنص على ما يلي لا توجد حياة نفسية خارج الروح الا الحياة الفيزيولوجية ان هذه المقولة تدل دلالة واضحة ابناءنا على تلك الثنائية الديكارتية التي استلهمها من الثقافة الهيلينية والتي تقيم موازاة بين ما هو مدي وما هو معنوي ولذلك نجد ديكارت يسلم بمبدأ المادة التي أساسها الامتداد والجانب المعنوي النفسي الذي أساسه الفكر قد تتساءل معي عزيزي الطالب عن الأسباب والدوافع التي جعلت الشعوريين يعتقدون بأن الشعور هو المبدأ الوحيد للحياة النفسية فقد أقاموا سلسلة من الحجاجي ومن أبرزها هذه النظرية طابقت بين النفس والشعور وجعلت كل ما هو نفسي شعوري وكل ما هو شعوري نفسي عندما تتأمل هذه الحجة تجد بأن الكلاسيكيين طابقوا بين ما هو نفسي وما هو شعوري ويمكن تلخيص تصورهم في المعادلة التالية الحياة الحياة النفسية تساوي الحياة الشعورية ومن بين المبررات التي أقامها أن فكرة لا شعور غير مقبولة لأننا نقع في تناقض مع أهم المبادئ العقلية ولقد درستم أعزاءنا الطلبة هذا المبدأ والذي يتمثل في مبدأ عدم التناقض ومفاده أن الشيئين المتناقضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا فإذا سلمنا بمبدأ الشعور على أنه قضية صحيحة فمن غير المعقول أن نسلم في نفس الوقت بمبدأ اللاشعور لأن هذا المبدأ لا يقبل الحالات الوسطى بين المتناقضين وهذه الفكرة استلهمها من قاعدة الكوجيط والتي تعرفونها وهي مشهورة والتي تنص أنا أفكر إذن أنا موجود إن هذه المقولة عندما نتأملها نجد بأن ديكارت أراد أن يبين لنا بأن الفكر صفة جوهرية ملازمة للحياة النفسية ومن ثم فإنه من غير الممكن أن نجد سلوكا يفلت من دائرة الوعي ذلك أن كل ما هو شعوري نفسي وأن كل ما هو نفسي شعوري وخلاصة موقفهم إن كل ما لا نشعر به فهو ليس من أنفسنا لكن أبناءنا هل مثل هذه التصورات التي جاء بها الكلاسيكيون تعبر بالفعل عن حقيقة النفس الإنسانية فهناك صعوبات منهجية واجهت الباحثين في علم النفس ومن أبرزها صعوبة الكشف عن كل الحوادث النفسية وتنظيمها تنظيما علميا ذلك أنكم تعلمون أبناءنا أن الحياة النفسية تشتمل على حوادث كيفية وهي ذاتية أضف إلى ذلك وجود مظاهر سلوكية كثيرة مثل النفور أو الميل إلى أشياء دون مبرر ظاهر وهناك دلالات كثيرة تثبت أن لدينا في كل لحظة عددا لا حصر له من الإدراكات تفلت من قبضة وعينا وأن النفس تنطوي على تغيرات لا ندركها إلا بصورة مبهمة وهذا يعني أن في نفوسنا أفكار تخفى على الشعور فالنشاط النفسي أبناءنا ليس بالضرورة نشاطا شعوريا بل الشعور لا يشكل إلا جزءا منه لأن الإنسان تمر عليه حالات ويقوم بسلوكات دون أن يدركها وهي لا ترتد إلا إلى النفس مثل هذه الصعوبات تعود بالدرجة الأولى أبناءنا إلى المنهج الاستبطاني الذي اعتمده الكلاسيكيون وأعاقة قدم علم النفس في العصر الحديث إن مثل هذه المؤاخذات فتحت الشهية أمام الكثير من الباحثين لإعادة طرح تفسير حقيقة النفس الإنسانية من جديد وهذا ما نعالجه في نظرية الشعور في الجزء الثاني وإلى ذلك الحين والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة